بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بأبنائي وبناتي الطلاب والطالبات من أبنائي وبنات الصف الثالث الابتدائي أسعد بلقياكم في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية قسم القرآن الكريم الصف الثالث الابتدائي وفي مطلع هذا الدرس رحب بكم أجمل ترحيب وإلى بطاقة درسنا الصف أو المرحلة الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول المادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية قسم القرآن الكريم موضوع الدرس سورة المرسلات من الآية الثانية والأربعين للآية السادسة والأربعين نريد أن نتروها استعداداً لحفظها وإلى أهدافنا التي نسعى إلى الوصول إليها وتحقيقها أولاً أن يطبق الطالب أو الطالبة أهداف التلاوة التي تعلمها تعلمنا أداباً كثيرة والهدف من تعلم هذه الأداب هو تطبيق هذه الأداب عملياً من الطهارة قبل مسلم صحف الاستعاذة عند بدء التلاوة البسملة في أول السورة وكذلك تحسين الصوت بالتلاوة وحسن الإنصات أيضاً أن يحفظ الطالب أو الطالبة الآيات من الآية الثانية والأربعين من سورة المرسلات وحتى الآية السادسة والأربعين أيضاً أن يطبق الطالب أو الطالبة أن ينطق الطالب أو الطالبة الكلمات التالية نطقاً صحيحاً هنيئة المحسنين وتمتعوا أيضاً أن يستخرج الطالب أو الطالبة التنوين ويبين نوعه ذكرنا أن من الأهداف التي نسعى إليها أن نطبق آداب التلاوة أهم هذه الآداب هو أن نعرف لماذا نحن ندرس القرآن الكريم لأي شيء لأي غرض ثم بعد ذلك نسعى لتحقيق هذا الغرض نحن نقرأ القرآن الكريم ونحفظ القرآن الكريم لأجل ماذا لأجل التقرب من الله سبحانه وتعالى وزيادة حسناتنا ولذلك لا بد أن نخلص هذا العمل لأنه عبادة من العبادات لا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى كذلك لا بد أن ننصت للقرآن الكريم سنستمع للآيات من القرآن وسأتر أنا عليكم الآيات أيضا لا بد من حسن الإنصات لأن الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لألكم ترحمون أيضا لا بد من تحسين الصوت ونستغل هذه النعمة التي أعطانا الله عز وجل إياها وأيضا اجتناب كل ما يشغل أو يشتت انتباهنا عن سماع الآيات دائما نتذكر أننا في دروس الحفظ علينا أن نراعي بعض الأمور التي تساعدنا في ضبط حفظنا ومن ذلك أولا الصبر وعدم الاستعجال الحفظ يحتاج إلى صبر لا أستعجل لا أنتقل من آية إلى آية إلا وقد أتقنت الآية الأولى إذن ثم كذلك أكرر المقطع المراد حفظه أكرر المقطع المراد حفظه وكذلك لا بد عندما أكرر المقطع أن أربط بين المقاطع التي أحفظها أن أربط بين المقاطع التي أحفظها وكذلك علي أن أعرض حفظي على غيري أعرض حفظي على شخص يستطيع أن يبين لي أخطائي إن كانت هناك أخطاء كالمعلم أو الوالدين أو غير ذلك ممن يتقن قراءة القرآن الكريم نحن الآن في درس القرآن الكريم ولا شك أنكم قبل حضور هذا الدرس قد توضعتم وقمتم بالاستعداد لذلك لأن الله عز وجل يقول عن كتابه لا يمسه إلا المطهرون وحضرت مصاحفكم وجلستم في مكان بعيد عن التشويش والإزعاج والضوضاء وجلستم في بعد مناسب عن الشاشة لاستعدادا لبدء درس هذا اليوم الذي سنبدأه هو كعادتنا بمراجعة الدرس السابق فما رأيكم أن نراجع حفظ الآيات السابقة من سورة المبصلات من الآية الثامنة والثلاثين وحتى الآية الحادية والأربعين هل حفظتموها؟ ما شاء الله تبارك الله أحسنتم إذن تعالوا لنستمع لهذه الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون أحسنتم مبارك الله فيكم أيها المبدعون أيها الرائعون أيها الحريصون والحريصات على هذا الحماس وما أجمل حماسكم وما أحسن تنافسكم وفقكم الله وأسعدكم وبعدها نستمع للمقطع السابق ما رأيكم أن نختار بعض الكلمات من مقطع اليوم من سورة المرسلات ونتدرب على قراءتها فهل أنتم مستعدون تعالوا لنتعرف على مقطع اليوم انظروا هذا هو مقطع اليوم هذه أول الكلمات حطنا بها بالدائرة الزرقاء حاولوا أن تقرأوها حاولوا أن تقرأوها أحسنتم إذن الكلمة نريد أن نكتبها بالمقاطع الصوتية الحرف الساكن كما تعرفنا مع الحرف الذي قبله مقطع صوتي والتاء المفتوحة هذه مقطع صوتي آخر الهاء مع حرف المد مقطع صوتي والنون مقطع صوتي إذن ننطقها يشتهون وإذا وقفنا عليها نقول يشتهون يشتهون أحسنتم مبارك الله فيكم انظروا هنا ننتبه لهذه العلامة التي تدل على المد إذن نمد حرف الياء هنا فنقول نقول هكذا هنيئة أعيد هنيئة إذن نمد هنا لوجود علامة المد هنا حاولوا أن تقرؤوها نجزي نجزي ما نوع أل هنا؟ ما نوع أل؟ عرفنا أن أل عرفنا أن أل لها نوعان أليس كذلك؟ أل ماذا و أل ماذا؟ رائع أل شمسية و أل قمرية أل القمرية الشمسية تكتبوا أحسنتم تكتبوا ولا تنطق و أل القمرية تكتبوا و تنطق هذه من أي أنواع أل؟ أحسنتم أل القمرية و لذلك نقول المحسنين إذن نظهرها مظهرة أل هنا مظهرة المحسنين أحسنتم انظروا هنا و ننتبه للحرف المشددة التاء المشددة حاولوا من قرأها منكم؟ من أتى بها؟ ما شاء الله ما شاء الله أحسنتم وتمتعوا 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 أحسنتم بارك الله فيكم أما الآن فسننصت لتلاوة الآيات طلبا لنزول الرحمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كذلك نجزي المحسنين كلوا واتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ما شاء الله تبارك الله رائع وجميل هذا التنافس وهذا الحماس أشكركم بارك الله فيكم على هذا التنافس وهذا الحماس أما الآن فسأقرأ لكم قراءة فردية ثم بعد ذلك أقرأ لكم القراءة الترديدية التي تعودنا عليها فهل أنتم مستعدون بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون الآن القراءة الترديدية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وعيد وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وعيد وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون هذه الآيات اجتملت على أنواع التنوين الثلاثة سأتروا الآن وحاولوا أن تتعرفوا عليها كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن إنكم مجرمون أين أنواع التنوين الثلاثة التي أشرت إليها هل وجدتموها هل وجدتم هذه الأنواع الثلاثة تعالوا نحيط عليها إذن هنا هذا تنوين فتح هنا وهنا تنوين فتح أيضا هنا تنوين ضام حسنتم هنا تنوين كسر وهكذا نستطيع أن نحدد التنوين وأن ننطقه بشكل صحيح أما الآن فسنستمع لتلاوة الآيات مع التركيز والإنصات لننال من ربنا الأجور والحسنات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم أسأل الله عز وجل أن يثيبكم وأن يعجركم على حسن إنصاتكم لكتاب الله جل وعلا أختم بتلاوة الآيات مرة واحدة أختموا بتلاوة الآيات مرة واحدة تلاوة ترديدية فرددوا معي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون بارك الله فيكم وبعد أن قضيت معكم هذا الوقت الجميل وتدارسنا كتاب الله العظيم لا يسعني إلا نشكركم أيها الرائعون والرائعات وإلى درس جديد ولقاء آخر وأنتم ونحن في خير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته